شاهدين الثانية عشر بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري أهلا بكم توصل مراكز الاقتراع استقبال الناخبين في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024 حيث شهدت اللجان الانتخابية توافد أعداد كبيرة من الناخبين منذ فتح مراكز الاقتراع في الساعة التاسعة صباح اليوم وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في يوم الثالث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة أكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أحمد بن داري انتظام سير عملية التصويت في كافة مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية داعيا المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير مؤكدا أن هذا حق دستوري وواجب على الناخبين وأكد المستشار بن داري خلال مؤتبرا صحفي أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية يسير بشكل جيد ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية لافتا إلى وجود إقبال كبير من الناخبين على المشاركة في التصويت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة حيث تدفع الاشتباكات المدنيين إلى نزوح مستمر وفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة فقد أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاده 18205 أشخاص فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتله ارتفعت إلى 104 جنود فيما أصيب 580 آخرون أكد من دوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أكد أن فشل مجلس الأمن في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة سمح لآلة الحرب الإسرائيلية بمواصلة ذبح الفلسطينيين مع الإفلات التام من العقابة جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر دولة الإكوادور ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد فيها منصور أن عرقلة مجلس الأمن عن الاطلاع بواجباته تتناقض وبشكل صارخ مع النداءات العالمية لوقف إراقة الدماء وفي أسياق تظاهر المئات في تشيلي أمام سفارة الولايات المتحدة في سنتاجو ردا على التحرك الأمريكي لاستخدام حق النقد ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولوح المتظاهرون بالإعلام الفلسطينية ورددوا الشعارات لإظهار دعمهم وسط الحرب المستمرة ما بين إسرائيل وحماس انتخب البرلمان البولندي دونالد توسك زعيم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي رئيسا للحكومة حيث صوت له مئتان وثمان واربعون نائبا فيما عرضه مئتان وواحد ومن المقرر أن يعرض توسك في خطابه اليوم سياسته العامة وتشكيله لفريقه الحكومي ليؤدي اليمين غدا من الأربعة ضم التحالف المؤيد للاتحاد الأوروبي الائتلاف المدني الوسطي وطريقة ثالث وهو الحزب الديمقراطي المسيحي واليسار تتجه قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 28 نحو الاستمرار لوقت إضافي اليوم حيث ينتظر المفاوضون مسودة اتفاق جديدة بعد أن انتقدت دول عديدة النسخة السابقة باعتبارها ضعيفة للغاية لأنها أغفلت التخلص التدريجي من الوقود الإحفوري تتحول الدول المجتمع في قمة دبي الاتفاق على خطة عمل عالمي للحد من تغير المناخ بسرعة كافية لتجنب المزيد من الفيضانات الكارثية والحرارة القاتلة والتغيرات التي لا رجعت فيها في النظم البيئية في العالم بدأ الرئيس الصيني تي جينبينغ زيارة رسمية إلى فيتنام للمرة الأولى منذ ست سنوات ويلتقي الرئيس الصيني زعيم الحزب الشعي الحاكم في فيتنام نوغوين فو ترونغ وقبيل مغادرته إلى فيتنام دعا الرئيس الصيني إلى بناء مجتمع يحظى بمستقبل مشترك ما بين الصين وفايتنام نهاية الموجز شكرا لكم